اه انا حريص النهاردة ان انا اتكلم بجد لان مشكلة مشكلة بجد هي مشكلة عويصة جدا 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 وتغلغلت في حياة الناس ومش عارفين اللي امها مش عارف مش عارفين الاثار اللي احنا بنشوفها ان الست شايفة ان حد متجوزها كان هو متجوز حد بيشتغل عنده بار تايم في البيت عشان يزود مدخلات البيت هي حاسة كده وهو حاسس بان هو في الحقيقة ملوش اي لازمة غير ان هو يوفر امكانيات عشان الزوجة ترضى رغم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما اعملش كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله وعلمنا ان اللقمة ترفعها في فيه زوجاتك صدقة اذا البيت ده محراب عبادة فما حدش بيسيب العبادة لان هو ما حصلوش ان هو الدعا بتاعه ما تحققش لا بيفضل يا عبد ربنا سبحانه وتعالى فيه طبعا انا سمع ازكي اخواته يقول لي يعني ما فيش طلق عندك لا 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 خالص الطلق ده عامل زي الكي الطلق ده عامل زي البتر بعد ما نحاول كل المحاولات وراح جاي بقى سلسة الاسافي سلسة الاسافي دوت اللي هو ايه عارفيني الكانون الحجر اللي في الوش ده اسمه سلسة الاسافي بيترمي فيه كل النار فتلاقيه اسخن حجر موجود في الايه موجود في الفرن سلسة الاسافي بقى التدين الكمي ايه راح مكمل التدين الكمي يبقى احنا شوفنا الناس وحياتهم وجات الفردانية وجي التدين الكم بقى التدين الكم عمل ايه بقى دعم فكرة جواز البيزنس ليه بيخفف من اعباء الجواز اللي عايز يجاوز مرة ويعدد ويتجاوز تاني ويتجاوز تالت فيخلي الجواز ايه حق وحقك انت عايزة ايه عايزة شوية فلوس الدهالك هقسم مرتب عليكم انتو الاربعة ويجيوا لها كده هو في ايه اللي حاصل فليتجاوز ومع انه مفروض يعني لو هو عايز يتبع سنة رسول الله يتجاوز جواز رسول الله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة وكون معها اسرة ويا زوجته الوحيدة اللي رزق منها بالاولاد ايه اللي حاصل بعيدا عن سيدنا ابراهيم اللي جي من السيدة ماريه ايه اللي حاصل لما تزوج رزق بالاولاد منها ما تجاوز عليه فاخواننا في التدين الكم يعايزين جواز قليل التكلفة مش قليل التكلفة جواز رخيص انا اسف يعني فخلوا الجواز كله ماله كله عبارة عن بيزنس لدرجة ان ييجي واحد مشهد واحد جيه بيقولك ايه شفت الاخت عندها 18 سنة ومتجاوزة بلا شيء هو مش بيكلم على غلاء المورة لكن هو بيتكلمهم بيقولهم على فكرة فيه في السوق حاجات رخيصة تحس ان هو بيقول كده وده لسه بيعمل الكلام ده دلوقتي فالتدين الكم يعمل كده والتدين الكم يعمل كده ليه عشان كمان نظرته للمرأة هو انا شايف ان الجواز مركزه هو الرجل فالرجل عنده امرأة فإن اللي حاصل عليها ان يطيع وتعمل 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 فيخلي الجواز سهل فيخلي بيزنس انت مسئوليتك وربنا هيرضى عنك لما تقدميلي الخدمات الفندقية اللي انا طالبها لكن تكوني كريمة وعزيزة زي ستنا خديجة علي السلام وستنا عائشة لا مش هيكون كده مع ان الاسرة لازم نهتم بيها لان بزنس الجواز ده حاجة في غاية الخطورة في الحقيقة لان بتنزع عن الاسرة اهم الخصائص اللي هي فيها وهو ان الاسرة قيمة يبقى لما ييجي التصور ده عن الاسرة اللي هو تصور ان الاسرة بتتعامل فيها بالبيزنس ونتعامل مع الاسرة بان الاسرة ده حاجة قليلة التكلفة مش ان الاسرة حياة انا مش بقولك ان نغالي في المهور لكن بقولك خلي الاسرة عزيزة ما تخليش الاسرة رخيصة التصور ده بقى عائل الخطورة بينزع عن الاسرة المعنى الاساسي ان الاسرة ده قيمة طب ايه اللي يخلي الناس تعمل كده ده سؤال وجيه وفحله كتير من الاوقات احساسهم بان هم مش مفهومين ومحدش بيرعيهم ايه اللي هو المظلومية يا ساعة المظلومية الزواجية فيبقى ايه اللي حاصل ولا حد بيحميهم ولا حد بي فبقى عندنا نوافذ اخرى للاحتواء البديل وبتقوم بادوار مش كويسة لما حس ان الاسرة دي مش بتديله ده اقولكم حاجة ظهور ادوار ان الناس تتجوز بانتمها يعني هي تتجوز بانتمها وهو يتجوز بانتمته ليه طيب؟ لان هو الجواز مش محقق له اللي هو عايزه مش محقق له ان هو يتكلمه بس وحد يسمعه فالجواز عشان فيه مشاركة هو مش عايزة مشاركة وهي مش عايزة مشاركة هي عايزة ايه؟ هي عايزة تفطفط فعايزة حد يفطفط فالشخص اللي ما عندوش اعباء وما عندوش مشاركة اللي هو الانتيم والانتيمة ايه اللي حاصل؟ قبل الجواز يخصموا من دور الأب والأم وبعد الجواز يخصموا من دور الزوج والزوجة